شهد الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية حفلة تتشين برنامج الدخول العالمي والذي يسم في تسهيل دخول مواطني مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية نعم وبهذه المناسبة أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن الانضمام للبرنامج إنجاز دولي يسجل المملكة البحرين وسيسهمه في تسهيل حركة السفر للمواطنين وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم في سبيل ذلك بحضور الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة وتتويجا للتعاون بين البلدين تم تفعيل برنامج الدخول العالمي الذي يتيح للبحرينيين المسجلين لدى البرنامج الدخول إلى الولايات المتحدة دون انتظار لإجراءات الدخول الطويلة المعتادة في المطارات الأمريكية ويستطيع تتعاون في مملكة المملكة المتحدة وفي الأمريكي الأنضمامي وفي الأنضمامينا عبدالله بن راشد الخليفة كانت هناك مملكة البحرين في الولايات المتحدة أن الاتفاقية تعتبر إنجازا دوليا لمملكة البحرين طبعا اليوم شهدنا انضمام مملكة البحرين لبرنامج الدخول العالمي وهو إنجاز دولي يسجل لمملكة البحرين ويعكس حرص حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات للمواطنين وتسهيل حركة السفر وتدليل كافة الصعوبات اللي قد تواجههم حينما يسافرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية عضوية مملكة البحرين في برنامج الدخول العالمي تعكس الشراكة الأمنية والاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة القائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والتعاون أعتقد أنها علامة فارقة في الشراكة بين البلدين وإنه لشرف لي أن أكون هنا مع السفير لتفعيل برنامج الدخول العالمي الذي يعمق الشراكة بين بلدين وسيمنح البحرينيون تصريح دخول سريع لدى وصولهم مطارات الولايات المتحدة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في أرجاء المطار تشير إجراءات البرنامج مع مملكة البحرين إلى مستوى آخر من أمن الحدود حيث يتم تنفيذه لتسهيل السفر القانوني للبحرينيين إلى الولايات المتحدة من خلال التعاون الأمني فيما تتطلع مملكة البحرين للانضمام إلى قائمة تنمو بشكل مستمر تضم 13 دولة و10 ملايين فرد يشاركون بالفعل في برنامج الدخول العالمي وسيضمن برنامج الدخول العالمي سهولة وصول البحرينيين إلى الولايات المتحدة للسياحة والأعمال التجارية والزيارات الودية من الآن فصاعدا أصبح الدخول إلى الولايات المتحدة بالنسبة للمواطنين البحرينيين المسجلين لدى برنامج الدخول العالمي أكثر سهولة فلا طوابير طويلة ولا إجراءات ورقية معقدة وتعد هذه الخطوة إنجازا دوليا لمملكة البحرين يعكس الاهتمام بتوفير الخدمات للمواطنين وتيسير سفرهم وتنقلاتهم رامي جبر للتلفزيون مملكة البحرين واشنطن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة